السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جوية قوية وباردة وأمطار بكميات معتبرة وكبيرة جدا حتى الثلوج ستكون حاضرة بالمرتفعات وستكون قوية خاصة على المناطق الشرقية الوسطى وبعض المناطق الغربية إذن شتاء حقيقي سنعيشه ابتداء من الأول من شهر أفريل اليوم الأول من شهر أفريل بحول الله تعالى الثلوج ستكون أيضا حاضرة كما نتابع معكم في الصورة هذا اليوم الأول من شهر أفريل نشاهد الأمطار الغزيرة التي ستكون على المناطق الغربية الوسطى والشرقية والمناطق السحروية نتابع يوم الثاني من شهر أفريل وإن شاء الله توقع بأمطار جد وغزيرة على المناطق الشرقية الوسطى والمناطق أيضا الغربية نتابع أيضا يوم الأربعاء الثلاث من شهر أفريل هناك وعودة منخفض بحول الله تعالى قطبي سيكون محمل بأمطار جد وغزيرة على المناطق الساحلية الشرقية الوسطى والغربية الثلوج ستكون حاضرة ابتداء من اليوم الخميس الرابع من شهر أفريل بحول الله تعالى متابعين كرام كما نتابع معكم في الصورة ثلوج قوية على كل هذه المناطق التي نتابع معكم فيها على المباشر كولاية خانشلة باتنا أيضا سطيف أيضا العلمة برج بوراريج لبويرة الزيوزو أيضا البليدة المدية أيضا اثنية الحتي سمسيلت الجلفة أيضا شمال الولايات البيض كل هذه المناطق ستشهد ثلوج قوية بحول الله تعالى إذن الشتاء حقيقي ستشهده المناطق الجزائرية للعشرة الأيام الأولى من شهر أفريل ومازال خير قادم كبير بحول الله تعالى وأمطار جد غزيرة سنوفيكم بجديد التحديثات للنماذج العالمية لأحوال التقس فقط كونوا معنا متابعين الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر